كنت حاضر في اجتماع جربة ولا لا? بطبيعة حال. كنت حاضر على عكس بعض المعلومات دونك اللي مريناش صور اه متاعك و اه المعلومة اللي وسطنا وانا ما كنش حاضر. انا لقيت الخطاب الختامي. واضح. مش اه والبيان سيخ مايس قصيلة هكا ولا? ايه سيخ مايس اللايحة ولكن قبله انا علقيت خطاب اه معناها اه الخطاب الختامي في 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 الاجتماع معناها. نبدأ سيخالد بال اه ما بين ظفرين الاتهامات اللي وجهت الاجتماع اه جربة. دونك اه القيادات اللي ريناها حاضرين سي ناجي جلول اه مادام سلمة اللومي. اه سيسعيد العادي وخيرها من القيادات انتم وانه كما كنا حتى قبلك شوي في اتصال هاتفة متاع اه سيلازل يقول لك وانه وكأنه المجموعة دي مجموعة اه اه عصابة لما اه روحها ومشيت الجربة ودون بورتوكواليو عملته. خلينا نسمع تعليق متاعك. يعني انا في اعتقادي تقريبا كل وزراء اه حركة تونس كانوا حاضرين يعني عدد كبير من نواب الحركة كانوا حاضرين عدد كبير من اعضاء مكتب التنفيذي كانوا حاضرين زوز نواب رئيس الحركة كانوا حاضرين. اه يعني هو اجتماع من الطراز الرفيع. لكن الداعوة وجهة سي محمد الناصر سي طيب البكوش ما كانوش حاضرين. لا سي طيب اتصل عنده الاتزامات في الوزارة ولكن لو ما كانش عنده الاتزامات كان بشي اعضر. وبنسبة سي محمد الناصر. اعضاء الحكومة اللي هم ممثلين لمدة تونس لم يجدوا حرجا بل جاءوا سعيا الى هذا الاجتماع لادراكم لاهميتهم. باهميته. وسي محمد الناصر عليش كان كان غائب? نعم. سي محمد الناصر عليش ما كانش حاضر سي خالد? والله انا ما عنديش في الحقيقة اه تفسير اه او تبرير هذا السؤال يوجه لسي محمد الناصر. في كل الاحوال اه اه القيادات الوطنية للحركة كانت الاضافة لكن الاصل في هذا الاجتماع كان موجه بالدرجة الاولى للمنسقين الجهويين والمحليين وللاعضاء المكاتب المحلية والجهوية والاجتماع تقريبا ضم اكثر من الف من قيادات حركة نيدا تونس من مختلف القرى والمدن الى غير ذلك اللي هم يجيوا يساهموا في ابداء رأيهم في كيف يحلحلون او يساهمون في حالة ازمة الحزب متاحهم. انا نعتقد الجوانب هذي متاع الاجتماع هذي شرعي ولا مشرعي. هذي مسائل شكلية. لا يجي مسائل جوهرية.